افتتحت الإدارة العامة للمرور اليوم مركزا جديدا لخدمة الفحص الفني ليكون المركز الثامن في المملكة والسادس للمركبات الخفيفة نعم يأتي هذا بهدف تسهيل خدمة المواطنين والمقيمين وسرعة الإنجاز بأعلى معايير الجودة في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم الخدمات المرورية بأعلى درجات السرعة والكفاءة والإنجاز وتسهيلا على كافة المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة من خلال التوسع في إسناد خدمات الفحص الفني للمركبات للقطاع الخاص تم افتتاح مركز مؤيد للفحص الفني للمركبات ليكون بذلك المركز الثامن من نوعه على مستوى البحرين والسادس للمركبات الخفيفة عزيز التعاون والشراكة ما بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ولتحقيق أهداف ورأية مملكة البحرين عشرين ثلاثين بالارتقاء بالخدمات الحكومية وتطويرها فيأتي افتتاح مشروع مؤيد للفحص الفني للمركبات هو ثامن مشروع يتم الترخيص له في مملكة البحرين وسادس مشروع مختص بإجراء الفحص الفني للمركبات الخفيفة ويأتي هذا بعد قرار سيدي معالي وزير الداخلية وبمتابعة مباشرة مقبل سيدي سعادة مدير عام لديرها العامة المرور بين يتم إسناد خدمة الفحص الفني للقطاع الخاص وتعتبر هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية لديرها العامة للمرور من عملية مشاقل لخدمة الفحص الفني إلى عملية الرقابة والإشراف على كافة المراكز كما تأتي خطة تحديث وتطوير المراكز في خدمة الفحص الفني للمركبات بالتعاون يدا بيد مع القطاع الخاص تم اليوم افتتاح الفرع الثاني لفحص السيارات الخفيفة وتابع لشركة يوسف خليل المؤيد وأولاده وللعلم تم افتتاح الفرع الأول المختص في الشاحنات الثقيلة وكما أشكر الإدارة العامة للمرور على شراكتها ودعمها للقطاع الخاص وتمضي الإدارة العامة للمرور بتأهيل الفحصين الفنيين والعاملين في القطاع الخاص عبر دورات تدريبية وبإشراف مباشر لضمان تقديم خدمات مماثلة في جميع المراكز واستفاء الاشتراطات الفنية بهدف تحقيق السلامة على الطريق اشتركوا في القناة